حاجة تقول لنا أن المسيح سوف يخلق شيئا جديدا تتفكر بوليس يقول في فليبي ثلاثة أن سيرتنا ليست من الأرض لكن في السموات أين السماء التي هي ننتظر منها مخلصا هو الرب يسوع لذي سوف يغير شكل جسد تواضعنا أو شكل جسدنا الوضيع ليكون على صورة جسد مجد بوليس يتكلم عن لحظة مجيء المسيح لأخذ المؤمنين ويتكلم عن جزئية الأحياء الأحياء لا يكونوا موجودين لما الرب يأخذ المؤمنين جسدهم ده سيغير شكل جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد مجده الجسد سوف يتغير إلى وضع جديد إلى جسد جديد لم يعد يحتاج إلى الطعام والشراب لكي يقوم ويستمر لكن في الأبدية له طابع الخلود من الذي سوف يغير قال عن المسيح الذي سيغير هذا أيضا عملية خلق في المستقبل أيضا في تسالونيك الأولى أربعة بيقول عن الراقدين عندما يأتي المسيح ويبوق فيقوم الراقدون اللي جسدهم فسدان في الأرض هنا وتحلل يقوموا وعندما يقوم الراقدون بأجساد جديدة هذا أيضا من ضمن أعمال المسيح الخلقية باعتباره هو الخالق فسوف يغير جسد الأحياء سوف يقيم أجساد الراقدين وتأخذ طبيعة الجسد اللائق للوجود في محضر الله الذي لا يحتاج إلى طعام وشراب كل هذه الأدلة تقول أن المسيح سوف يخلق في المستقبل ترجمة نانسي قنقر